اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلال العهل للبلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي همية متزايدة لمحافظة على حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة في مختلف القطاعات الانتاجية وأوضح سعادة وزير العمل أن احتفالات المملكة بيوم العمال العالمي والذي وفق الأول من مايو من كل عام وجعله يوم إجازة رسمية يعكس تقدير الدولة لدور القوى العاملة في النهضة التي تشهدها مملكة البحرين وفي هذا العهد الزهر لافتن إلى المنجزات التي حققتها المملكة على صعيد ترسيخ قيم العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة في صون حقوق وكرامة العمال وأشار حميداني لأن يوم العمال العالمي فرصة للاطلاع على المبادرات التي تنفذها الحكومة من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية للموطنين وتسريع وطيرة توظيف الباحثين عن عمل في مختلف منشآت القطاع الخاص هذا وأكد سعادة وزير العمل حرص مملكة البحرين على تطوير تجربة العمل النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج والذي يعد من أهم المكتسبات التي تعزز المسيرة العمالية وتسهم في استقرار ونمو سوق العمل ترجمة نانسي قنقر